يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة استقبل المطار اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل علامة نها 10 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية وبلغ إمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 474 طائرة من بينها 388 طائرة حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 86 طائرة حملت فودا رسمية وتضامنية عربية ودولية